اشتركوا في القناة شركة رائد الخير عبر منصتها الإلكترونية منصة ديكسان العراق وأمسي عليكم جميعاً بالخيرات وأرحب باسمكم وباسمي وباسم شركة رائد الخير بالأستاذ المهندس حسام علي سعدون في اللقاء الشهري الذي اعتدنا عليه أن يكون في مطلع كل شهر بإذن الله عادة ما تكون لقاءات بالمهندس حسام هي عبارة عن جزءين جزء الأول تكون مقدمة للأستاذ حسام عادة ما يختار مجموعة من النقاط أو المواضيع يصلطوا عليها من واقع السوق العمل ويقدم نصائح ورسائل معينة تستهدف الاحتياجات التدريبية والاحتياجات الحقيقية لما يحتاج العضو في السوق وبعدها نفتح واب الأسئلة والاستفسارات بما يتعلق بالحديث الذي ورد في الجزء الأول أو ما يتعلق بتقصد حسام علي السعدون أجدد التحية والترحيب بك سيد حسام وأمسي عليك بالخير حياك الله أستاذ الشراء والسلام عليكم وحط الله وبركاته وبارك الله فيك وشكرا لمقدمتك الرائعة كالعادة السلام عليكم وحط الله وبركاته وحياكم الله أخواني جميعا وأسعد الله مساكم وصباح الخير ديكسن ممضان مبارك على الجميع صلى الله يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصلى الله سبحانه وتكون خير أيام طلعت عليكم يتجدد اللقاء بكم بوجهكم الطيبة أنا حقيقة الأول مستفيد من هذه اللقاءات بحكم ما يجينا من أسلة من بعض الاختراحات من بعض الأمور اللي قد تثير عندنا مثل العصف الذهني فنحاول أن نستمر بتطوير الذات وتطوير مجال عامنا نحن في مجال عمل يعتمد درجة كبيرة على المهارات واستمرار بزيادة المهارات مثل ما تفضل أستاذ أشرف كالعادة نحن نبدأ بموضوع مفتاحي ممكن نعتبره أو موضوع أشوفه من مناسب أطرحه قبل أن نبدأ المناقشات العامة بعض الأخوة سألني سؤال ذكي جدا حبيت أخصى بهذه المقدمة صوت واضح أستاذ أشرف بعض الشباب يقول صوت في مشكلة عام واضح أمتاز واضح واضح بس من باب التنبيه شباب اللقاء رح يكون مثبت على صفحة الفيسبوك ديكسي العراق تمام حتى واحدة يحب يرجع للقاء المسجل أو يشارك الرابط أحد الأخوة سألني عن موضوع جدا جدا مهم طبعا هو رجل ذكي ولماح وعنده بعد نظر كبير مع هذا المشروع قال أنا أحيانا يكون عند التزامات كثيرة فأي الاستراتيجيات أسلك استراتيجية الشخص اللي ينجز كثيرا بوقت قصير لو ينجز قليلا على مدى بعيد فهذا حقيقة السؤال جيد وممكن فعلا يعني أن تناقش به خلال ربع ساعة أولى حتى نستفيد من عنده جميع أنا شخصيا استفدت من هذا السؤال فبدأت أبحث بالملخصات مات القديمة وبعض الأشياء اللي قاربها في هذا المجال أو قريب من عنده أو بما أرى مناسب لهذا الجواب أنا شخصيا المشهور عندي اللي قارع عنه أو سامع عنه أنه توجد استراتيجيات اثنية تجاه سرعة الإنجاز لأي مهمة عندك سواء كانت مهمة أو عادة أو مهارة أو مشروع أو ما عندك من أي شيء أنت ممكن تنشغل به استراتيجية السلحفات وستراتيجية الأرنب طبعا القصة معروفة لنتابعة في لام كارتون قديما وجديدا أنه الآن معروفة قصة الأرنب والسلحفات لما دخلوا بسباق معرفها ورط السلحفات ما ديورطوا الأرنب رأيت واحد يقول إحنا احتمال هذا يطلع المخرج هو حاط مخدر للأرنب وسووا هذا السيناريو المعين فهم عندهم هدف دخلوا بسباق معين هدف إلى نهاية وإلى بداية فالأرنب معروف بسرعته وهذا مجاله خلاص قال لك أنا لعبت ألعب لعبت اليوم والسلحفات معروفة بحركتها المستمر بطريقة معين لكن بإصرار واستمرار اللي صار أنه الأرنب خسر السباق ليس لأنه عنده سرعة لكنه لأنه لم يستمر والسلحفات فازت بالسباق ليس لأنها بطيئة أو حركة قليلة لكنها لأنها استمرت فالعبرة والقصة أساساً اللي شاهد من عنده هو الاستمرارية فلذلك يقول لك هي استراتيجيات اثنين إذا أنت تسلك سلوك واستراتيجية الأرنب أنه السعي السري القوي بخطوات كبيرة وبإنجاز كبير بوقت قصر حتى تحصل نتاج كبيرة يجب أن تتحمل النتاج ويجب أن تعرف الثمن اللي راح تقدمه وراح أتكلم عني بأمثلة حتى لا نكون نظريين بهذا الجانب وكذلك السلحفات لما تسلك سلوك مستمر بطيء لكن مستمر كذلك يجب أن تعرف النتاج وتتحمل نتائجه لأن كل إنسان مثل ما يقول الله سبحانه الله الإنسان على نفسه بصيرة خلاص كل إنسان يعني يتحمل نتاج عمله ونتاج ما قدم فنحن نتاج الأشياء اللي قدمناها أنت لما تدخل بالمشروع وتريد تعمل بسلوك الأرنب طبعاً عذراً الوصف والمقصوص سلوك الأرنب مستمر أرنب يعني ما وطلع لك سلون ذانات لا سلوك الأرنب اللي سرعة تريد إنجاز سريع بوقت قصير بنتائج كبيرة فمثلاً واحد يقول أنا عندي إمكانية أن أستقطب عدد كبير من الناس لكن يجب أن تخلي في بالك أن تتحمل هذه النتائج لما تستخدم الاستقطاب بكمية كبيرة لابد تعطي وقت كثير وجهد كثير وتتحمل تابعات الاستقطاب الكثير بما أنه عندك استقطاب كثير ذلك راح يجيك رفض كبير راح يجيك احتراضات كثيرة راح يكون عندك انشغالات راح يكون عندك التزامات راح يبدأ عندك مرحلة ما بعد الاستقطاب اللي هي مثل ما نعرف أما تسجيل وتبدي بعد التدريب والمتابعة أو رفض تبدي تعالج مسائل الاعتراضات الموجودة فأنت لما تسلك سلوك الأرنب اللي هو إنجاز كبير بوقت قصير يجب أن تعرف التابعات وتقول أنا قادر إذن خلاص فوت لأن هي لو كان كثير مستمر كان هو طبعا أفضل أنا ما يقول قليل دائم خير من كثير منقطع هو العبرة الخيرية ليس لأنه قليل أو ذاك مو هو مذموم لأنه كثير لا هذا مذموم لأنه كثير منقطع وذاك محمود لأنه قليل دائم فإذا أنت تسلك سلوك الإنجاز الكبير بالوقت القصر وصاحب طموح وإنجاز أقول لك فوت لكن لازم تعرف نفسك وإمكانتك وقدرتك وكيف تفوت بهذا الموضوع هل تفوت بهذه استراتيجية؟ أقول لك ممتاز إذلك هذه استراتيجية يعمل بها شخص مشهور هو الآيلون ماسك معروف إلا أنه هو يتنافس يعني مرة يصير أول شخص أغنى شخص بالعالم بين ينزل بعد هذا الشخص الفرنسي اللي اسمه ما ينحفظ لحي يسأني عنه فبالتالي أنت في قصص نجاح استخدمت هذا الأسلوب اللي هو عقلية الأرنب الإنجاز السريع بوقت قصير لتحسين نتاج كبير عقلية ونظرية السلحفات أنه المشي البطي لكن مستمر وبإصراب عزيمة طبعا يعتمد هذا السلوب جيب بيزوز أو بيزوز صاحب موقع الأمازون إذا كان شفت حتى الأزرار مالتا مال الكم مال يعني الردان نحن نسميه بالعراق حاط صوره حاط الدقما أو الإزرار حاط صورة السلحفات لأنه عنده في عقلية أن سلحفات استراتيجية سلحفات ناجحة جدا لكن استمرار بعزم وإصراب مو متوقف فبالتالي أنت ممكن شوف لنفسك أي استراتيجيات أنسب هل أنت من نوع اللي تحب الأسلوب المستمر البطيء لكن بوتيرة بعيدة بس كذلك لابد تتحمل تبعات هذه استراتيجية لأن هذه استراتيجية تأتي النتائج على المدى البعيد وليس القريب يعني لا بد أن تكون من نوع الصبور تزيل عندك وضوح الرؤية تصير عندك قدرة وصبر ومطاولة تعرف قيمة ما عندك من البزنس تعرف قيمة ما عندك من المنتج تعرف قيمة ما عندك من مشروع عالمي راح تصل به ومن خلاله إلى نتائج كبيرة أقول لك إذا هذه استراتيجية مناسبة لك طيب واحد يسأل يقول أيهم أفضل هي مو أيهم أفضل أيهم أنسب هي ماكو شي أفضل هي استراتيجية هذه جيدة وهذه استراتيجية جيدة لكن أيهم أنسب إليك أنت شوف إمكانيتك لذلك أنا لما تسألني طبعا كلام من سمعت إلا وقرأت إليه لكن لو تسألني أنا أقول لك ممكن أنت بذكاءك تدمج بين استراتيجيتين شلون أنا خلينا أفرض نفسي إنسان موظف وعندي من وقت الانتزام بالدوم من الساعة ثمانية للساعة أربعة بينما أصلي بينما أنام خلنقوص وصلت للمغرب عندي أربعة إلى خمس ساعات يوميا وعندي يومين أو ثلاثة فول فارغ أو فول متفرغ تمام فأني ممكن أن أدمج نظرية الأرنب والسلحفات شلون بالأيام اللي يكون عندي بيها مشارك كثيرة أعطي نفسي مهام مستمرة وبإصرار وبعزيمة لكن مستمرة مثلا عندي نوع من استقطاب معين عندي نوع من تدريب معين عندي نوع من متاب معين تتناسب مع التزامات اليومية الوظيفية أو العائلية تمام لكن بالأيام اللي يصير بي عندين بيها مجال اللي هي أيام العطل أيام الفراغات أيام الأوف اللي حسب اختلاف البلدان جمعة وسبس سبت وأحد ما في مشكلة ولو يوم واحد هذا عندك وقت كبير فأنت ممكن هنا تغلب جانب الإنجاز الكبير بالوقت القصير مثلا تعمل عدة لقاءات مثلا أنت تبدي توزع المهام اللي ما تقدر تنجزها خلال أيام دوامك أو أيام وظيفتك تخليها بأيام إيش مثلا لقاءات متعددة اجتماعات متعددة محاضرة جوجل ميت أو أي إنجاز يحتاج إلى سرعة وإنجاز وكمية كبيرة من العمل تخليها بأيام اللي يكون عندك تفررتان فبهذه الطريقة دمجت بين إيش بين ستراتيجيين ستراتيجية الأرنب واستراتيجية سلحفات فلذلك أخواني لا يوجد أيهم أفضل ماكو أفضل أيهم أنسب لك فأنت لمن بعض الناس هو عنده طموح كبير وعنده اهتمام كبير لكن نتاجة بسيطة نتيجة ما يقدم المقدمات وعمل بسيط بالأسبوع مرة يفتح الأنترنيت ويستقطب واحد بالشهر ويدعو لواحد بالشهر ويتكلم ببطء ويتحرك ببطء ويتعلم ببطء أقول لازم تتحمل النتائج أكيد نتاجك راح تتطلع ببطء فنقول إنسان هو مسؤول عن نتائجه ما حد مسؤول عن نتاجك أنت قدمت أنت اشتغلت أنت استقطبت أنت دربت فبالتالي النتائج تتحملها وكذلك الشخص اللي يكومه عن نفسه مهام كبيرة واستقطاب كثير ولقاءات كثيرة وتدريبات كثيرة كذلك لازم تتحمل نتاجك والله تعبز والله ما أقدر بلعيمي خلصت الشحن ما تتخلص لازم تتحمل فأنت بالتالي لازم توازن بين مرة يصبح عندك استراتيجية مستمرة بطيئة لأن التزاماتك تمنعك من عمل كبير حتى تضمن الاستمرارية ومرة تعمل بأسلوب استراتيجية استراتيجية الأرنب اللي هو إنجاز كبير ومهام كثيرة بوقت قصير لكن لازم تتحمل التابعات يقول أنا عندي قدرة وعند إمكانية أن أدير أكثر من عمل أعمل أكثر من لقاء أكثر من اجتماع أكثر من استقطاب أدير أكثر من عملية في وقت واحد مثلا أجاوب شخص وأتكلم مع شخص ثاني فأنت لازم تشوف إمكانياتك وأختم بشيء آخر والإنسان قادر على أنه يكيف نفسه على المهارات الجديدة والقدرات الجديدة مش لون واحد يقول أنا ما عندي إمكانية أنه أتكلم وأرد وأحكي وأتلاثة أربعة أشخاص باليوم ما عندي إمكانية ما عندي قدرة والمهارات تكتسب بالتدريج فأنت تدرج مع نفسك شوي شوي لحد ما تكتسب هذه القدرة وهذه المهارة وهذه الملكة والقابلية حتى تقدر أنت تنجز أكثر لما أكو إنسان يعني أول ما يبدي يبدي بمهارة عادية فهذه النقطة اللي راح أناقشها كنقطة ثانية لأن دائما حقيقة أكو شكالية دائما مرسخة في عقول كثير من اللعظة اللي بعدين أذكرها بعد ما أنه منها استراتيجية فأنت ممكن ختاماً لهذا الكلام أنك أنت ممكن تطور نفسك حتى تتكيف معها استراتيجيات فممكن خلال اليوم العطلة تنجز أعمال كثيرة بوقت قصير حتى تطلع نتاج كبيرة فهذه نقطة جداً مهمة حبيت أشير لها وأختم قبل لا نفتح باب الأسلة والمايك عنده استاذ أشرف بعدياً أنه كثير من الناس يا أخواني يقع بفخ ودعم نسمي فخ ومنزلق السموة المسأة المثالية لا تتوقع أنك مطلوب منك حتى تنجح تكون شخص مثالي ولا تتوقع أنك مطلوب منك حتى تنجح أنه تكون شخص مكتمل المهارات ولا أن تتوقع أن كل شخص نجح هو أفضل من عندك أو أحسن من عندك أو يمتلك كل المهارات أبداً شوف جمالية صناعة البيع مباشر أنه دائماً نقول هذه الكلمة اللطيفة جداً هي عجلة جاهزة موجودة ما عليك إلا أن تديرها يعني سيارة أنت عليك أن تمسك المقود في العراق السكان ستيرن زين هذا المقود إذا مسكت وعرفت كيف تقود الطريق وكيف تقود الماكنة وصار عندك خارط الطريق من خلال مدربة من خلال معلوماتهم من خلال تراكم لأبلينك أو أبلين أبلينك أو أي أحد من المدربين يعطيك خارط الطريق صدق من النجاح مع هذا الشركة أكيد ليش؟ لأنه كل شيء مهيئ لك لكن ابدأ باكتساب بعض المهارات الأساسية وشوي شوي امشي لكن إيش؟ قرر أن تكون محترفا هذه كلمة دائما نركز عليه في كتابة قرر يعني مو شرط أنك تبدأ محترفا لكن قرر أن تكون محترفا فإذا قررت أن تكون محترفا ومضطن في هذا المجال أنت تمشي في هذا الطريق لكن تستمر بزيادة المهارات تمشي وطور بالمهارات تمشي وطور بالمهارات المطلوبة حسب مهارات المرحلة وهذه المسألة الثالثة اللي أشير إلها بعض الناس يدخل لي على الخاص ولا على الصفحات ولا على اليوتيوب ولا على القنوات الموجودة وأنا بس فقط من باب التنبيهة يا شباب أنا صفحتي على الفيسبوك بعض الشباب يتواصل معنا هي موجودة عليها الموظف يعني مو أنا شخصيا أجاوب عليها فبعض الشباب أشوف الموظف يعني يجي لي منزعج مثلا يسأل أسئلة كثيرة أو يسأل أسئلة غير منطقية أو يتكلم معه ويقول لها أنا إدارة الصفحة وذاك يقول لها أنت مواندوس حسام فمن باب التنبيه صفحاتي يعني بيها موظف يدير الإدارة في الصفحة بالردود فإذا عندك سؤال معي تبعث وإن شاء الله يجيك السؤال أما منطق في الموظف أو يحول عليه وأنا جاوبه بعض الناس يكون مشتت أنت دورك كأبلاين وهذه كان لها بأكثر محاضرة وخاصة بمحاضرنا الأخيرة اللي هي المتابعة الفعالة أنت دورك يا أبلاين يا رائع يا رائعة أنت تريد تنجح فإيش تعمل لازم أنت تسهل على من معك وتختصر لهم الطريق ولا تخليه مشتت يعني بعض الناس أنا تفاجئ من عنده فالطبع محاضرة محاضرتين هاي أصلا إذا زودت بعض المحاضر يقول له هاي قنوات المدربين فوت تدرب علي إذاك مساكن بعض الناس يتواصل مع أستاذ طوني قناتك وحصة رقمك تواصلت معك تفضل أخي بيش أفيدك والله ما أعرف آني بس قال لولي هاي قناة مهندس حسان بدرب علي طيب الأبلاين ما أعطاك محاضرات السلسل بيك ببعض المعلومات قال لا والله بس طوني قناتك يا أخواني صحيح أنت تريد تنجح بس شوية ضبط بعض المهارات البسيطة أنت شخص داخل على قناة أنا قناتك بيها قريب لأربعمائة محاضرة طيب هل من المنطقي تفوت على قناة بيها أربعمائة محاضرة وما تنهيبها تقول لأ أول شيء تبدأ بهذه المحاضرات مثل محاضرات الأساسية ثم تبدأ بهذه المحاضرات ترسم لي خطة عمل أنت بضبط مثل جايب شخص ما دليت المخارج وما داخل السوق وخليتها بنص السوق يقول لأ طلع نفسك طلع نفسك هو هذا بحالة يعني في حالة أنه أنت ما مستفيد من عند هذا الشخص ولا راح تحصل عنده شيء أنت خمت الأمانة لأنت مأمور من عندك كإنسان يعني من باب الأمانة من باب المستشار مؤتمن دليل طريق فكيف إذا كان هو شريكك بالنجاح ونجاحها راح يفيدك ابتداء أنت فشوي تعب نفسك أخذ المحاضرات الأساسية انسخ الرابط ودزلع الخاص أرسل الخاص قل يا أخي ابدأ بهذه المحاضرات ثم هذه ثم هذه وظل معا لحد ما يكتسب المهارات الأساسية اللي تهيئ وتؤهل أنه يبدأ بالعمل صح يبدأ بالعمل صح بعدين تقول لأخي ادخل على المهارات واتدرب وادخل على البثوث واتدرب هذا خطأ لذلك التشتت الواقع من كثير من الأعضاء خاصة الطموحين أما تكلم عن المهمنين الطموحين اللي يحب يتدرب يحب يطور مهاراته وهو بسبب الأبلين أنه الأبلين أما متكاسل أو أنه متجاهل أو أنه يحب أنه غيره يقوم مقام عمله ويقوم مكانه مثل أبلين ولا بعض الناس يعني أنا تفاجأ يطير رقم المدربين من غير خطوط قال له والله تواصل مع أفلام يا أخي مو صحيح هذا مون باب بخلم بالمعلبس مو صحيح أنت هذا دورك هذا واجبك يعني مثل ما يقال ما حكى ظهرك مثل وظفرك فالمطلوب يا أخواني أن نرعى هذا المشروع بصورة صحيحة وأنت راعي ولست مدير وهاي نقطة جدا مهمة الله يفقكم بارك بيكم هذه المداخلة اللي حبيت أشارككم بيها أستاذ أشرف المايك عندك إذا فيه سؤال أو السبسال أنا حاضر بارك الله بيك أبي يوسف شكرا على المقدمة وأسأل الله أن يوفق يا رب